طب يا ترى المواطن الإماراتي بيتعامل مع القانون إزاي؟ يعني أنا مثلا لما كنت في الإمارات كان يرعبني مثلا أن أنا بقى ماشي ومعايا رخصة العربية منتهية أو رخصتي أنا منتهية كان ده شيء بالنسبة لي مرعب كده يعني احترام القانون ده موجود لسه موجود؟ المواطن الإماراتي بيحترم القانون؟ احترامنا للقانون مو معناتنا خوفنا من القانون احترامنا للقانون على أساس أن أنت تكون يعني بالبيت أنت الحين لما ترجع مثلا وقت معين هل أنت خايف مثلا من أحد الأشخاص لا أخفش محد أنا برق عاتل من عايش صح ولا لا بس أنت يعني مثلا تمشي على قانون المنزل على احتراما لهذا القانون فما أعتقد أن القانون يعني يعني يتم تشريع القانون للترهيب بالأكس هو للأساس أن حتى الأشخاص الآن مثل ما ذكرت دكتور أنه في انتهاء للبطاقة الرخصة الرخصة يعني إحنا يوصلنا مسج أنه بتنتهي الرخصة قبل شهر بالجددها برضو عن طريق تلك عشان نجددها وسهلوا لك موضوع التجديد كل شيء أونلاين وأنت قاعد في المكتب ممكن أنت تجدد الرخصة أونلاين أونلاين فيعني بالعكس يعني هذا يعني قبل ما يطبقون عليك القانون الغرامة هم يذكرونك عشان ما يتم تقنق عليك عشان لما يطبق أي قانون ما يملكش حجة خلاص أستاذي العزيزة أستاذة إيمان الرفاعي شرفتيني ونورتيني في مصر أستاذة إيمان الرفاعي المحامية بدولة المرفع المتحدة شرفتيني ونورتي مصر وإشترا الله يكون لنا للقاءات تانية ومتعد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر